موسيقى مشاريع كثيرة يعد تحقيقها حلما غير ان تنفيذها بشكل غير مدروس ودون تخطيط مسبق يحولها الى مشاريع فاشلة لا تفي بالهدف المأمول منها المزيد في تقرير مراسلنا في الكرك جدل كبير تشهده شتى محافظات المملكة اثر مشاريع لم تجد لنفسها حيزا ملموسا على ارض الواطن وفي محافظة الكرك كان الامر مختلفا وبشكل اخر فالمشروع الذي حلم به المواطنون على مدار سنوات كان له ان ينفذ ولكن بتخطيط عن بعد كان نتاجه مجمع خال من المركبات والمواطنين اعتقد ان بعض المعاناة التي تعاني منها محافظة الكرك التخطيط عن بعد حيث الكثير من المشاريع التي تتم انشاءها في الكرك او تنفيذها تتم في عمان وتنفذ في الكرك دون بحث الاحتياجات الحقيقية في مدينة الكرك او في محافظة الكرك ولا ادل على ذلك من مجمع الباصات الجديد بالنسبة لمجمع السفريات فهو عبارة عن مشروع فاشل جدا اثبت جذارة فشل ومية في المية صار عبارة عن ملم للهمل ما خدم من المجتمع نهائيا انا كان في رأي قيمة التكلفة التي تكلفوا المجمع لو سووا فيه اي اشي ثاني يقدمها المجتمع كان افضل من هالمجمع وسووا صيانات للمجمعات القديمة كان افضل من هالا 4 مليون راحوا هدر وعبث الان بتطلع الناس على المجمع اللي تشكلت عدة وزارات وتغيروا عدة وزارة وسمعنا تنظير كثير ولم يشغل المجمع مطلوب تشغيل المجمع مطلوب ادارة احسن من هيك لتشغيل المجمع مدير عام هيئة قطاع النقل البري المهندس مروان الحمود اكد على الدور الذي تقوم به الهيئة من خلال كوادرها المختلفة بالاتفاق مع المشغلين للبدء في العمل في مجمع السفريات الجديد والذي اكد على انه سيبدأ العمل به بفترة زمنية لا تتجاوز الشهر احنا كمان برضو كمان في عندنا خطة لدعم ان شاء الله طلاب بيستخدموا هذا المجمع وراح تكون الخطة ان شاء الله متكاملة باتفاق كافة الجهات اللي اليوم احنا اجتمعنا مشان يصير فيه نوع من التوافق من كافة الجهات ما هي الفترة المتوقع يعني خلينا نقول تفعيله يعني بشكل رسمي يعني احنا بنقول عن فترة ان شاء الله ما راح تزيد عن شهر ان شاء الله اجتماع موسع شهده مبنى محافظة الكرك بمشاركة كافة الجهات المختصة وبرئاسة محافظ الكرك عبد الكريم الرواجف والذي شدد على اهمية دراسة كافة الامور التي تقف دون تشغيل المجمع والوقوف على ابرز المعوقات والعمل على حلها تم تدارس كافة المواضيع والسلبيات اللي تحول دون تشغيل هذا المجمع اتفقنا على وضع حلول لكل بند من هذه البنود ان شاء الله سيتم معالجتها كل دائرة ضمن اختصاصها الهيئة ستقوم بتغيير الخطوط الداخلية حتى يتم رفض هذا المجمع بخطوط سرفيس من المجمع حتى جامعة مؤتي وايضا من مجمع مؤتي حتى المركز المديني مشاريع تخلو من الدراسة والتخطيط تخلف مجمعا بكلفة اربعة ملايين دينار لا يدخله سوى الشمس عند شروقها وتغادره لحظة غروبها نزار الصرايري لرؤيا